فبالنسبة للإخوان حاليا كما قلت سأنقل قيمة 90% من الاستثمار راشي إلى العقرة لوجه الخصوص والذهب ثانيا وبالنسبة للاستثمار في العملات رقمية الإخوان فأنا سوف أنتصدر انهيار إذا كان هناك انهيار وهبوط الأسعار إلى أرقام في الحضيط فسأدخل مرة ثانية فاتت الفورصار نتمنى من الله عز وجل أنه يرزق الملك لكل عملة لكن بالنسبة للبيتكوين فمع الأسف سنتطرق إلى أشياء التي سيكون فيها فائدة وأنا مرزا ثانيا أعبر عن وجهة نظري لا أقول أن كلامي صحيح لكن كنتمنى من الشبب أنه يستفقوا من أحلام الفارغة الورضية وما تنسوش الإخوان أن احتمال هذا الكلام اللي كان يقول أنه يكون غلط لأنه مبني على جهة مبني كذلك على رؤية لشخص إنسان ربما قد تكون ربما الأوضاع أثرت عليه نفسيا وأقول هذا الكلام الله أعلم المهم الإخوان أنني قبل ما أخرج بهذا الفيديو قمت بدراسة اللي بطبع الحال ستتناسبني ودراسة التي سوف نقوم بمراجعتها مع خبراء وسنرى الإخوان أنه يعني نخرج بكونكلوزيون أو كونكلوزيون اللي ممكن تكون هذا الوضاع بطبع الحال إيجابيا وعنما وسيلبيا وعنما في الوقت الرحيم السلام عليكم كيف شفتوا في البداية دي الفيديو فكان هدا كريبتو ميت اليوتيوبر المشهور للمغربي اللي آآ بين ليلة وضوحها أخرج وبدأت يقول هاد المسائل هدي بأن سوق الكريبتو أو لا كذلك البيتكوين فهو ما بقاش عنده معناه ما تشوفش فيه واحد المستقبل وهد الأحلام اللي للحد الآن يعني آآ اللي كانت كاتروج الاستثمار في عالم الكريبتو والمستقبل الكريبتو وزيد 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 فهي آآ أحلام وردية زائفة آآ مع كل احترامات اللي كان ما احتراماتي لهاد لهاد السيد هذا الكريبتو ميت لانا ما تنعرفوش شخصيا هو كذلك ما تعرفني شخصيا انا كنتابعوها دي مدة طويلة وماشي دي ما كانت تافق معها لا في طريقة ديال تحليل دياله لا في طريقة دياله لا في بعض الاراء دياله لا في كذلك بعض المسائل اللي تقولها أو كيعاو ديال رجع في كلامه فيها هادشي كامل يعني عادي ولكن انك تخرج يعني يعني تخرج لها كي نقوله احنا بالداريجة طاي طاي وتحفز الناس بطريقة غير مباشرة باش يبيعوه ويخرجوا من سوق الكريبتو سواء كانوا رابحين سواء كانوا على خسارة فهادشي ما كان ما نكتبش عليك انا ما نقدرس نتقبل خصوصا وان هذا الشخص هذا يعني في هادشهر الفاتس يعني في فيفريه كانت يروج مني كانت ما نطلع فكانت يروج بانه يعني يعني شخص نقول لكم يعني يعني في الحقيقة انا مصدوم يعني في حقيقة ما كش كانت وقع انه هو غادي خرج اليوم ويقول هاد كلاماتي دكشي لاش بغيت ندير واحد لغاياكشون فيديو غاياكشون ليه فهو هاد الغاياكشون فيديو سوما ما معروفينش بهم الناس ديل كريبتو ولا في القناة ديل كريبتو ولكن في الحقيقة انا ما عنديش ما عنديش شي مشكلة انا القناة ديالي بقى صغيرة تعني حاجة ما عنديش ما غاديش نربح لها من ادسنس لا غادي لاواخد لبيزنس من شي عملة ما غادي نروج لتاع عملة وما عنديش انا ما عادك شي ديال دخول اخروج في الهضر انار من غاديش قليانس دلاشين ولكن حاجة واحدة اللي دفعتني اصلا انا نديرها دلاشين وهما بعض اليوتيوبر العرب المغاربة ولا العرب اللي هذي تقريبا شي عام ونص ولكن لاحظهم انهم تدفعوا العرب والتي دفعونا الواحد الطريق اللي هي مسدودة سواء كيروجوا لبعض المشاريع اللي هي مشين بنية على الصح تاني حاجة في الطريقة دي التعامل ديالهم مع السوق منك يكون طالع ومنك يكون نازل فكش بعانا انتقادات داك شي لاش ما نقلبش عليكم اهد اول سبب اللي دفعني انا نديرها دلاشين غادي نتبعوك الفيديو وغادي نعطيه الرأي ديالي لانهو في الاخر ديالفيديو فهو قال بالنسبة الناس اللي عندهم شي نصائح ولا شي حاجة يقولوا هاليه في الخاص يعني في الواتساب ولا في التليجرام فانا تنظر ما غاديش نكتب له في الواتساب وما غاديش نتصل به ماشي بغيت ندير البوز او لا شي حاجة اخرى فانا كنشوفه من واحد ناحية اخرى فابني هو خرج اليوتيوب واروج لهذه الفكرة ديال يبيع 90% ديال الاستثمارات دياله للناس اللي متابعينه والناس اللي متابعينه ماشي قلال فهما 11001 شكرا ففقناة التليجرام كتر من ثبعة وتلاشين الف واحد فمن انتا خرجتي واروجتي لهذه الفكرة هذه ولكن غير 5% دياله الناس اللي هما متابعينك انا ما تنظرش على الناس اللي ما متابعينه شو كيشوفوا الفيديوهات ولكن غير 5% ولا 10% دياله الناس تبعوه هاد الشي اللي تقول فانتا خرجتي علاش حمن واحد انك من اللي قدي سمعتها دراوي يقول اوكي كان الحرب الناس اصلا حاليا وما كان بزاف ديال روينا الاسعار بدأت كتطلع كان الخوف من الحرب العالمية الثالثة كان بزاف ديال المسائل وتزيدهم انتا والسوق اصلا هو الطيح وتزيدهم كدلك انتا بهذه المسائلات الناس اللي خاسر يعني مش خاسر يعني كيفاش خاسر انا هاد الكلمة دي الخاسر متان تقبلهاش امتا كتخسر في الكريبتو اذا كنت شريتي بواحد الهد بعد تمان تقلب عليك السوق كيفاش تقلب عليك السوق يعني شريتي بعشرة دولار تس واحد المدة وتمان نزل نزل الله يجعله ينزل حتى الخمسين سنتيم تمان نزل اه ارابور التمان بالشريتي ولكن الخسارة امتا كتقييد خسارة هي من كتبيه عبادك تمان اللي طيحه يعني دخلت برأس المال ديال الف درهم وبعتي بخمسين درهم هنا فين غني نقولك اوكي خسارتي تسعمية وقمسين درهم مني انا ما زال ما بعتش باقي ما حققت حتى خسارة الناس دي الكوميرس الناس اللي قاري الكوميرس وانترا حسب ما تتداعي انك كنتي خدام معات في فيشي هاج فان وما معاتش قلتي كنتي قلتي واحد الكلمة ديال الالغوريتم انفستنج اكسبورت هذا الالغوريتم الالغوريتم انفستنج تنعرفو هنا هما دي بوتس اللي في البورسة كيكونن بروغرامين عندهم ديالغوريتم وكيبدو يديرو التداول ما كانش واحد انا تنعرفو في البورسة اللي بوست ديالو اسميتو الالغوريتم انفستنج اكسبورت هذا رقم واحد ثاني حاجة الى كنتي انت يا اصلا وانترا حسب ما اشتنا في الفيديو والديلو فانت بديت يعني في اليوتوب هادي سنين وسنين شي كتار من السنين دابا فكانت ديك ساعة ثمن ديال البيتكوين تساوت قريبا ستلاف دولار ولا قم سلاف دولار حسب اول فيديو مشت الى كنتي انت في هاداك الوقت ما انفستي في البيتكوين او لم انفستي في ايتيريوم او لم انفستي في اي عملة فانت حاليا وخصق نازل انت غا تكون مش غير قدرتي مئة في المئة ولا خمسمائة في المئة ولا الف في المئة انت قدرتي كتار انت ضونتو لك فانت ختبكون بيع بالرباح يلاك انت غير يالله انفستيتي خلتي في مشاريع استثماريا غير في هادا الشهور الاخرين وشريتي بالغلاء فطبيعة الحال غا تكون انت حاليا ناقص يعني المحفظة الشخصية ديالك غا تكون ناقصة الى انت ايا الحرب اللي طاريا حاليا ما بين روسيا واوكراين الى ايا مثلا خلعاتك والاسعار اللي طالعوا تايا خلعاتك لهذا الشي كامل هو متوقع والانفلس والتضخم فهذا الشي كي يدروا تضخم لا يجبد هذا الموضوع فتدخم هذا الموضوع عديد العامين عديد العامين لا يجب انت تطبع في الفلوس الانفلس والتضخم جاءت ازمة الكورونا لا يجب السوق البورسة السوق البورسة السوق الكريبتو الاقتصاد في العالم كامل حبس استوباء والاتمين طاحوا من بعد ارجعوا كل شي على ما يرام ما فهمت يعني انك انت غير يالله استثمرت في هات الايام الاخيرة وانت دبع حاليا يعني انك تكتسنا هذه مدة لانها هذه اطول مدة عاش هذا السوق الكريبتو وهو مثلا تاما نازل يعني تقريبا شي كتار من 6 شهور اللي اخفت نكدب يعني تقريبا هذي اطول مدة والاسعار دي ماما فانتي ما كنش واحد البولران عودتان فالك انت انت كي قتلك بعتيها هذي يالله استثمرت في هات الايام الاخيرة ولا الظروف الشخصية انا ما تانعرفش وانت دونتو لك يعني في جميع الاحوال يبقان زي فلوس كهدوك استثمار ديالك هدوك ولكن الحاجة الوحيدة اللي كنشوفها غير مسؤولة منك انك الى خرشتي اليوتيوب وتتقول الناس انا غدينبع لنا هاتشي سوقه خاوي ما بقاش عندي في يعني اقام مش نشري الدهب وغدين مش نشري العقار فعدتي بقال لك يعني شخصي اذي يعني اختيارك الشخصي انت واحد ما يدخل فيك وانت واحد ما عنده الحق يقول لك علش درتي هذي ولا علش مدرتيش هذي ولكن مني كنشوف كيف قل جانا في الليود انك كتروج بواحد طريقة غير مباشرة الناس اللي متابعينكو هم ماشي يقولون انك ادت اه تقول لهم انا باعت واتشي ما فيش تناوس وخدين عارس وزيد 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 هاتشي ما قدرج نتقبله او الاخ وما عندي ما كدبش عليك انا ما عندي ببغي لا بوز مبغيت حاجة ولكن مني قلك الله ما ايجلك الى الاشتوشي منكر وما نرأى منكم منكرا فليغيرها يعني هاتشي اللي كتقول اراه ماشي مزيد لحق غالي نشوف وانه يقوم الشارط دير البيتكوين فلا جينا نشوف الشارط دير البيتكوين فحنا حاليا في هذا الشارط دير الشهر يعني كل الشبعة كتسوه شهر يجينا نرجع شوية الوراء لان الاخرة سافي لونطو هو كين في السوق يجينا نشوفه مثلا في الفين وسبعتاش كان ها اول يعني اول تايم هاي دير البيتكوين في ذاك الوقت كان وصل لبيتكوين تقريبا لشي 19 الف دولار تعتاصر الف وشي حاجة من بعده نزل الثامان نزل الثامان بشحال بشحال في المية يعني جينا نحسبه دابا نزل تقريبا هنا يا بربعة وتمانين في المية نزل من 19 الف تقريبا نحتال كلتة الاف دولار ها رقم واحد ثاني حاجة إلا جينا نشوفه عاوتاني البررة اللي طلع هذك البررة اللي كان صغير شوية فاطلال البيتكوين عاوتاني من 3000 دولار طلال 13 الف دولار 788 من بعد ننزل نزل تقريبا بشحال ننزل 73 هناك 8 هنا عاوتاني 73 من هنا نلتحت ما علينا نزيد نكمل من بعد ترى واحد انفجار كبير في البيتكوين طلع احتال تقريبا 65 هذا هو ذك الرقم القياسي الاول اللي اشتناع العام اللي فات من بعد ننزل لبيتكوين مش حال ننزل ننزل من هنا احتال هنا 53 50% من بعد نطلق عاوتاني السوق تفرق عاوتاني البيتكوين وهذا الرقم قياسي اخر في نوصل تقريبا 69 الف دولار وننزل حاليا ال 51 في المياه الى جيجي تشوف 51 في المياه 53 في المياه وكتوت 80 في المياه في السوق انت رقديم في السوق يعني صحيح من الرقم القياسي اللي كيوصل لي البيتكوين من بعد 84 في المياه كدوت 80 في المياه ايجا طبيعية في البيتكوين وكتعرف والناس كاملين اللي تعرفوا فالبيتكوين هو رقم واحد في السوق الى اطلع مش ضروري يطلع مع العملات الاخرين ولكن الى انزل كي يهبطهم كامل معه هاتشي كامل يلا جينا نشوفوش حال دي المدة وحنا دابا عايشين كاملين احنا فاد البيرنماركت يعني من هنا تقريبا من نوفمبر شهر 11 وحنا دابا في مارس يعني تقريبا شهر 11 12 1 3 5 شور يعني 5 شور يعني شي حاجة طبيعية وش بغيتين انت كل شهر شهرين يدير البيتكوين واحد الالتايم هاي عندما باش تفهم لي مع مرة ما كانت يعني السلة اللي فانت اللي فاتت كانت شوية كانت واحد نقوله واحد حاجة اللي كانت غير طبيعية انه دار الالتايم هاي يعني الالتايم هاي في عفريل وعود دار الالتايم هاي في نوفمبر وانت حسب ما سمعت في الفيديو ديالك انك قلتي هاي ستور يعني من شهر 11 وانت خاسر كيف اش خاسر يعني نوفمبر واش كتحسب الاعلى ثمان اللي وصل له البيتكوين تتقول صافي ها دور رباح ديالي ولمشة تنزل فيما كينزل ثمان وانت بقي ما باعتش فانت كتحسب هاي كخسارة هاي ما باعتش تفهم لي انا اش غادي نتيري لك اليوم اللي زينا نشوفه حاليا في السوق فالسوق راه كل شي طالع راه تقريبا تحامل عملة ده ما تتلعات فالشي هاي واش هاي تتقول نيس الناس اللي غا يتبعوا كلامك ولا ترات السمانة الجاي اللي تراتش يرتفع في العملة الرقمية ووجات الالتايم اش هتقول الناس اللي باعوا اللي باعوا وتبعوا كلامك وباعوا وخانتا ما قدش اليوم بيع ولكن ترى قلت يا ابوح الطريقة غا مباشرة اش غا تقول هاد الناس وانت اصلا ما فهمت انا علاش ان الوبسيون ديال ديال كومنتير في الفيديو ديالك دي اكتيفيتها دي اكتيفيتها ما فهمت انا علاش فالله يجزيك بيخيري لكن انت ما بقاش عندك ما كتشوفش يعني واحد المعنى فالشي اللي كريبتو فشي بلي انا يعني بنسبة لي انا فالواحد يصدد ديك لشان ويبعو لي بدلها يدير مثلا قناة الاستثمار في سميتو في العقار شي حاجة اخرى كيف استثمر في الدهب يعني يعني نصائح كيف يستثمر في الدهب لان انت قدر معنى الدهب وهذا بحال ينرى رافي ارباح انا كي جي 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 نشوف انا مش يشوف الدهب فهو طلع دهب طبعي الحال تلع الدهب طلع الالف وتسعمية و سبعة و سسسين دولار و اعلى ما وصل الى الدهب فهو الفين و سبعين يعني ما بقى لي والو بقى لي اشي خمسين دولار يوصل الرقم القياسي القديم يعني كتشجع عاو تاري الناس يدخلوا يدخلوا الدهب في الطوب يعني عاو تاني الفومو وجكروا ان الفومو وهذا هو المشكل ديلك فانت كتشري في الفوق وكتسناك وكتقول بان يومين تلتياب قصو يطلع على السوق يومين تلتياب قصو يطلع على السوق وكتسناك فبالنسبة لك انت صعب في الحيثان صعب المنصات تصريف وزيد 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 فانا ما بغيش ان نكتر في هذا الهدراء فكانت منى ان هذا المساج يوصل ليك وانا مش هتوصل ليك ماشي مشكلة انا بالنسبة لي ان انا مزحد الفيديو معني مشكل معه ولكن لا يجزيك بي خير الى كنتي حاليا يعني في واحد دروة ماشي مزيح فمن الاحسل يدير واحد ولكن انت اصلا بغيتي تبيع ولا ما تبيعش فما تحطمش المعنى ويدي الناس الاخرين ولكن انت في واحد حالة ضعف متأترش على الناس بواحد طريقة سلبية انا ما تقول لك بان اخداد الداولة بعد اغداد كل شيء غادي طلع ويكون شيء العامزين انا ما تقول اش اطلاع هاتش كل شيء رائع يعني تقدر طلع ويقدر ما تطلعش ولكن احنا رشتنا هذه سنين واسنين العملة الرقمية دي ما طالعين وختيين يزلوه الاسفل السافرين كيعود يطلعوه كشرا من ذيك المدلق يعني المسافة يعني القدر اللي وصلو لي قبل هذا رقم واحد. رقم جوش. احنا عارفين كاملين بانه يعني السيستيم المالي دي العالم فهو ما عندوش واحد المستقبل والبديل هما العمولات الرقمية. وش انت كتظن بان العمولات الرقمية غير 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 تنهض وتسيطر على العالم تخرجت السيستيم القديم بدون بدون مشاكل بدون عقوبات بدون اه غيستسلموا البنوك غيستسلموا شحمل حد ما يمكنش. هذا صراع دي الجوش ديال السيستيم. حتى واحد ما كيتفهم على اخر. كيفاش بغيتي القضية تدوزها كاكوش. مهم. كانت منه ان المساج يوصل. لانني في غير مو ما تنتفكش معكو خصوصا اه. انك كتروج لهذه الفكرة دي الناس. واللي كنشوفه يعني من الانتقادات الكبيرة فانت اخرجتي بفيديو اليوم كتقول بعت تسعين في المياه من. شوية كتقول انا هتها نفكر. شوية كتقول لارا بعت. وغادي نهضر مع ال. مع ال. زيك سبير نشوفه وش هاد الخطوة ايجابية ولا لا. انت عارف هنا واحد الحاجة لك انت انا يا فغيم ومستثمر في واحد البروجيت. ولا مستثمر يعني اموال كبيرة. فاقبل كنخرج ندير شي شي خطوة بحلكة او لنبيع ولا شو. نخصني ندرس دك شي قبال. وكندرسها قبل. ومني كندرسها وصافي وكندير واحد يعني واحد الاختيار. فهنا كنطبقه. عندك الحق تقدر من جانب الشافافية انك تخبر الناس اللي انتها. اللي انتها يكي يتابعوك انك تقول لهم وكي رأى نارا خرجت. ولكن قول الحقيقة. قول واش خرجتي بالبيع. خرجتي بالرباح. ولا خرجتي بالخسارة. فهنا لحد الان ما عرفناش. واش انت خاسر. بالخسارة. او لا بعتي بالرباح. الرباح رافيه فيه. كاللي رابح غير 5% كاللي رابح 20% كاللي رابح 80% حسب الوقت اللي انت مستطمر فيه. ثاني حاجة. انت كتعرف وكل شي اللي يلقع اليوتيوبر كتعرفه. لان الناس اللي كتشجع على الناس انهم يبيعوا في الخسارة فهم ما باغين غير تتهلوك الناس. ما عمر الواحد يبيع بالخسارة. ثاني حاجة. والثالث حاجة. الى كنتي. الى كنتي يعني كتخرج كلتي في الفيديو اللي هو لو كتقول بانني صافي بعد ومن بعد. كتخرج في فيديو اخر متابعة العمولات الرقمية. اه مستويات السوق. لا مكان للعاطفة. فا. الى كنتي خرجتي من السوق وصافي صافي وستديتي وتسعين في المئة وصافي ما 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 ما. انت هذا ما ما شيوي. مؤهل انك تعطي اذا تعطينا صحيح للناس كيفاش يستثمروا بازال في هذه المجالة. لانك صافي انت ما بقيتش كتأمن بهذه المسائل ما بقيتش كتأمن لا بالبيتكوين لا بالعمولات كاملة. انتبغيت توجهت للمجالات اخرى. فكنتمنى ان هذا الفيديو هذا يوصل الاخ كريبتوميد. وكنتمنى ان هو يفكر قبل يدير شيء عاش اخرى. انا ما بغيتش لك شيء عاجة خيبة وما بغيت حتى حاجة يعني ما بغيت والو. انا بغيت غير نقول لك هذا المساج. لان هذا المساج اللي انتقدرتيه. اللي وصلتي الى اصبحت طريقة غير مباشرة فهو خاطئ وغير مسؤول. كنشكركم لتشتب هذا الفيديو هذا. وكن ضرب لكم موعد ان شاء الله الفيديو القديم. السلام عليكم والله المعين.